في عندنا مشكلة تانية اقتصادية كبيرة جدا تتعلق بهذا الصراع ألا وهو امدادات البترول والغاز الطبيعي وسبق قبل كده أن روسيا إمعانا في التهديد لأوكرانيا أو لدول الاتحاد الأوروبي أنها منعت امدادات الغاز الروسي لأوكرانيا مرتين وفي مرة من المرات بالفعل منعت تمديد الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي بما تصف دائما موسكو بأنه شتاء قارس نتوعد الأوروبيين أو غرب أوروبا بالشتاء القارس معروف أنه الغاز الروسي أو الأدق روسيا هي صاحبة النصيب الأوفر أو نصيب الأسد من الإمدادات أو مد الغاز إلى دول غرب أوروبا مما يستخدم في الأغراض الصناعية زائد أغراض التدفئة بطبيعة الحال فكان هذا هو طبيعة التهديد الروسي اللي سبق واستخدمته تعالوا نشوف بقى بالضبط دلوقتي الوضع على الخريطة اللي حضرتك شايفوا ده دي كده الطيارات زي ما حضرتك شايف بتاعة سلاح الجو الروسي التي باتت تحلق على أوكرانيا بالكامل حتى أنها تحلق فوق كييف زي ما أنت شايف هناك بتحلق أيضا فوق خاركيف أو نفذت عمليات فوق خاركيف أيضا هوريركا أيضا بعديد من الدول يعني أسف عديد من المقاطعات والمدن نحن نقدر نعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة طبعا فوق أودسا وأخيرا لوفوف سبعة من المناطق الأوكرانية أصبحت تتعارض طبعا وفوق شبه جزيرة القرم للتأكيد على السيطرة الروسية على هذه المنطقة جزء من اللي بيتكلم فيه الروس أن هذه المناطق في أكتر من 70% منها يتحدثون اللغة الروسية بل أنه لو تم إجراء استفتاءات كما جرى فيما سبق في شبه جزيرة القرم أو كرميا فأنه السكان أو كتلة السكانية سوف تصوت بطبيعة الحال في غالبيتها العظمة للانضمام إلى روسيا الاتحادية